سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار شاومي قدمت هاتف جديد مع معالج قوي ودعم 5G وشاشة كبيرة نستعرض لكم شاومي ريدمي كي ثيرتي ألترا البداية مع التصميم هيكل هاتف من الأمام والخلف من الزجاج ومحمي بطبقة غوريلا غلاس 5 الإطار من الألمنيوم السمك 9.1 مليمتر والوزن 213 جرام يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال ومنفذ USB-C وسماعتين استيريو والبصمة مدمجة أسفل الشاشة الشاشة بمقاس 6.67 إنش من نوع أموليد بدقة Full HD بلس بكثافة 395 بيكسل لكل إنش بأبعاد 20 إلى 9 وتدعم HDR10 بلس وبمعدل تحديث 120 هرتز والشاشة محمية بطبقة غوريلا غلاس 5 وهذه الشاشة ممتازة حتى عنده تشغيل ألعاب سريعة جدا يدعم الهاتف بلوتوث 5.1 وNFC وWi-Fi 6 نظام التشغيل أندروت 10 مع واجهة MIUI 12 الجديدة من شاومي زودت شاومي الهاتف بمعالج ثماني أنوية MediaTek Diamond City 1000 بلس بدقة 7 نانومتر بتردد حتى 2.6 جيجا هرتز يدعم الهاتف 5G ومعالج الرسوميات Mali-G77 MC9 الهاتف يأتي بأربع نسخ الأولي برام 6 جيجابايت وسعة 128 جيجا الثاني برام 8 جيجابايت وسعة 128 جيجا الثالثة برام 8 جيجابايت وسعة 256 جيجا والأخير برام 8 جيجابايت وسعة 512 جيجا ولا يدعم الهاتف تركيب ذاكرة خارجية الكاميرا الخلفية رباعية أساسية بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة 1.9 الثانية 13 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 بزاوية عريضة حتى 119 درجة الثالثة بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 من نوع ماكرو لتصوير الأجسام القريبة الرابعة بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 للعمق تدعم الكاميرات فلاش LED مزدوج وبانوراما وHDR الكاميرا الأمامية منبثقة بدقة 20 ميجابيكسل وتدعم HDR البطارية بسعة 4500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط تشحن البطارية بالكامل في 58 دقيقة هذا بحسب الشركة الألوان الأخضر والأسود والأبيض والسعر يبدأ من 290 دولار كذا انتهت حلقتنا لا تنسى دعمنا باللايك والشير واذا حاب تشوف حلقات أكثر لا تنسى تشترك معنا في القناة أشوفك في حلقة قادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر